حدثنا أبو بكر الحنفي قال ثنى أسامة بن زيد عن عمري بن شعيب عن أم كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلمين فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجرية فبالت عليه فأمر به فغوصل حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي الشعثاء قال خرجت حاجا فجئت حتى دخلت البيت فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لازقت بالحائط فجاء ابن عمر فصلى إلى جنبي فصلى أربعا فلما صلى قلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت قال أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى هاهنا فقلت كم صلى قال على هذا أجدني ألوم نفسي إني مكثت معه عمرا لم أسأله كم صلى ثم حججت من العام المقبل فجئت فقمت في مقامه فجاء ابن الزبير فصلى فيه أربعا ترجمة نانسي قنقر